الحقيقة المصطلح ده مش جديد ده قديم لانه لو احنا عايزين نتكلم عنه يبقى لازم نذكر اول strong independent woman مصرية في العصر الحديث وهي السيدة سهير القلمان السيدة دي الحقيقة كان في عصرها البنات اخر حاجة ممكن يوصلوا لها في التعليم هو ما يعادل السيدة العامة دلوقتي لكن هي اثرت انها تجمل تعليمها ضد العادات والتقاليد وقتها واللي ساعدها في الموضوع ده كانت المفاجأة انه راجل وهو كان عنده بصيرة وشايف ان الست لازم يبقى لها دور في المجتمع عشان كده هو تبنى فكرتها وهو الدكتور طاها حسين طاها حسين ساعدها هي واربع من صديقاتها انهم يخشوا الجامعة وهي اخترت انها تخش اداب قسم لغة عربية ولمفاجأة انها قدرت انها تتفوق على اقرانها من الرجال في دفعتها وكانت اول ست تحصل على رسالة المجسل والدكتوراه وكانت اول ست تترشح للبرلمان المصري وقتها وطبعا ما ننساش انها كانت كاتبة عظيمة وليها اكتر من 80 كتاب شكرا